في الوقت الذي أغلقت فيه وزارة الصحة كل عيادات الطب الشعبي لعدم التزامها بالمعايير واستخدامها في الكثير من الأحيان للنصب على المواطنين حسب إفاداتهم انتحل شخص صيفة مراسل قناة السعيدة ليلمع شخصا يعمل في هذا الجانب دون وجه حق قناة السعيدة تؤكد أن هذا الشخص لا يمثلها وأنها ستتابعه قانونيا هو ومن عمل على الترويج لهذا الرجل ما بين الحقيقة والخيال وجدت مراكز الطب البديل للتداوي بالأعشاب منذ عشرات السنين وزادت في الفترة الأخيرة ليتحول بعضها إلى ظاهرة معلنة على مواقع التواصل الاجتماعي والبعض تجرأ بانتحال صفة قناة السعيدة مراكز بعضها تفتقر إلى أبسط مكونات وشروط مواصفات الطب البديل ليصبح الضحية مواطن جرت فساقاه لباب الوهم والضياع بلاغة كثيرة من قبل المواطنين عن هكذا مراكز خصوصا بعد أن وقع الكثير منهم فريسة للنصب والتضليل لتقوم وزارة الصحة بدورها بملاحقة وإغلاق المحلات والعيادات الطبية التي وجدت بشكل غير رسمي هذه الحملة طبعا استهدفت محلات واستهدفت أماكن توزيع استخدام العشاب ومعالجة بالعشاب لأنه مولا قابلنا واحد مؤهل أو عنده تخصص كلهم من الشارع من السوق يعني أي واحد معاه شوية زرات صرفت على محل بيع عشاب تم إغلاق في حدود 16 مركز الذي مارسونا مهنة الطب البديل وما شابه لا يوجد لديهم مشاهدات وانتحلوا مثلا قضية العشاب الطب البديل إضافة إلى ذلك انتحلوا قضية القرآن من الحال وعشاب من الحال فإذا ما تمتش هذا أدى هذا ولذلك اشتواست الأمور وهم بصفاء غير قانونية ولأن الإعلام يساهم كثيرا في إقناع الأشخاص بجدوى هذه المراكز دونا عن غيرها فقد سعل بعض مؤخرا من استغلال اسم قناة السعيدة بانتحال شخصيتها والعمل باسم كوادرها وهذا ما وجدناه في لقاء مزور باسم القناة في مواقع التواصل الاجتماعي بعد ذلك أدل الدكتور عبد العزيز الترب بتصريح لقناة السعيدة أوضح فيه قناة السعيدة التي بنت جسر ثقة بينها وبين المشاهد فيما هي المواد التي تعرضها تم استغلال اسمها من قبل شخص يدعى انتماءه لكادر القناة دونا عن غيرها من القنوات مستخدم اللوغو القناة وشعارها في تزوير واضح لقضية طب البديل ومحاولة إقناع المواطن بصحة ما يقولون ونحن إذ نؤكد إخلاء مسؤوليتنا من هذا اللقاء ومراعاتنا للحقيقة في كل ما نقول نؤكد على بشاعة التزوير الفادح باسم القناة التي ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشخص الذي انتحل صفة مراسليها أخيرا فرق شاسع بين الإعلام الحقيقي والإعلام المضلل كالفرق بين من يدعو للحياة أو الموت ترجمة نانسي قنقر